أهلا بكم أوقفت تهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن منح موافقات تركيب عددات شحن المركبات الكهربائية في المنازل رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندسيات سعيدة قال لرؤية أنه قرار مؤقت لتنظيم انشطة شحن المركبات الكهربائية في المنازل وأوضح أن الهيئة تدرس بالشراكة مع كافة أشركاء إيجاد ألية لمعالجة منح موافقات تركيب العددات ملمحا إلى احتمالية صدور قرار بعدم منح موافقات لتركيب عددات شحن في المنازل ولفت إلى أن أحد الخيارات المطروحة وضع عدد واحد لشحن المركبات الكهربائية في العمارة الواحدة يخدم جميع الشقق فيها أو الاعتماد على محطات شحن في مواقع عامة لا تقتصر على محطات الوقود ومنحة الهيئة موافقات لتركيب 3000 عدد لشحن المركبات في المنازل فيما يوجد 450 محطة موزعة على مختلف المحافظات ما بين عامة وخاصة وحول دعم أنظمة الطاقة الشمسية في المنازل قال مدير عام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زيادة السعيدة إن عملية مراجعة أنظمة الطاقة الشمسية في المنازل من قبل شركات التوزيع أظهرت حصول بعض المستهلكين على دعم غير مستحق على فاتورة الكهرباء لتجاوزهم الحد المسموح للقدرة النظامية المدعومة والذي يبلغ 3.6 كيلو واط وأوضح السعيدة لرؤية أن الحكومة أوقفت الدعم عن الفئات التي تجاوزت الحد المسموح ولم تطالبهم بالمبالغ المطلوبة منهم بأثر رجعي مراعاة للظروف الاقتصادية وأشار إلى أن عملية التطقيق على أنظمة الطاقة الشمسية في المنازل ومدى التزامهم بقرار الدعم مستمرة منذ صدور القرار في عام 2022 أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي عن إلغاء الغرامات المترتبة على الملزمين بالتسجيل بنظام الفوتر الوطني الإلكتروني ولم يقوموا بالتسجيل شريطة توفيق أوضاعهم قانونيا والتتجيل بالنظام قبل نهاية شهر أيار الحالي ونظام الفوتر يساعد المسجلين على إنجاز معاملاتهم الضريبية وتسريع الحصول على براءة أبمة وتأجيل دفع الضريبة والتخلص من أعباء نقل دفاتر الفوتير والبيانات المالية من الشركات والمنشهات إلى مكاتب مدقيق دائرة ومعاملة الإقرارات التي يتم تقديمها من الملتزمين معاملة خاصة عند اختيار عينات التطقيق أعلنت شركة المدن الصناعية الأردنية عن استقطاب استثمار صناعي جديد لمدينة مأدبة الصناعية بحجم مليوني دينار يسهم بتوفير عشرين فرصة أو فرصة عمل للمجتمع المحلي مدير عام الشركة عمر جوعد قال أن هذا الاستثمار يعتبر الأول في مجال صناعة الرلات البلاستيكية الملامسة للغذاء والتي تستخدم في صناعة كاسات المياه والعصائر والأطباق البلاستيكية في مدينة مأدبة الصناعية وبلغ عدد الشركات القائمة داخل المدينة الصناعية أربعين شركة من مختلف القطاعات وفرت ألفا وثلاثمائة وعشر فرص عمل بعزم استثمار يتجاوز خمسة وثلاثين مليون دينار في خطوة تهدف إلى جعل الأردن مركزا لصناعة المنظفات في الشرق العوسط جاء افتتاح معرض ديتيكس 2024 في نسخته الرابعة المعرض شهد مشاركة محلية وعالمية واسعة بأكثر من تسعمائة مشاركة بزيادة خمسين في المائة عن الدورات السابقة وستطاع المعرض جذب العديد من الشركات الأجنبية التي أبدأت رغبتها للتوسع في الاستثمار في الأردن وينتج لأردن سنويا نحو أربعمائة وخمسين ألف طن من المنظفات يصدر منها سنويا ثلاثمائة وخمسون ألف طن والباقي يستهلك محليا وقطاع المنظفات يضم سبعمائة وأربع وخمسين منشأة تعمل في قطاع الصناعات الكيموية برأس مال يقدر بنحو سبعمائة وواحد وتسعين مليون دينار صدرت العام الماضي من المنظفات مليارا وثلاثمائة وثلاثة عشر مليون دينار ويوظف ثمانية عشر ألف عامل دي تيكس الفين وعشرين هو دي تيكس رخم أربعة ليقام في الأردن هذه الدورة الرابعة كانت متميزة بعدد الحضور عنا تسعمائة مشارك من حوالي اثنين واربين دولة عنا اثنين وستين عارض من الشركات العالمية بمثل أكثر من مئة شركة عالمية في المواد الأولية لصناعة المنظفات وعنا مؤتمر من خمسة وعشرين محاضرة بحاضرة في خبراء عالميين أكيد الأردن كانت عطول عم بتشجعنا كمثل ما عم بتشجع كبار المصنعين في المنطقة وموقعها أكيد المهم بالمنطقة قربة من جميع الدول الثانية المهمة صناعيا وهي بحد زيتا يتوجد فيها الصناعات الأهم إذا نحكي بالمنظفات ومستحضرات التجميل وهذا الحكي ما بتيح للشركات الأجنبية العالمية أنها تقدم شو عندها تكنولوجيا جديدة شو في عندها إبداعات جديدة في هذا المجال لتطوير الصناعات الأردنية في المنظفات بالتحديد بهدف تبادل الخبرات وتحويل العقبة إلى مدينة ذكية بحث رئيث مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفيز مع عمين عمان يوسف الشوارب أوجه التعاون في مجال الأنظمة الذكية والتحول الرقمي خصوصا في قطاع النقل وجاءت الشراكة بين أمانة عمان وسلطة العقبة بعد نجاح مشاريع النقل في العاصمة حيث تبادل الطرفان خلال جولة في العقبة الخبرات والتجارب في تطبيق الأنظمة الذكية في مختلف القطاعات وخاصة منظومة النقل الذكي وتعد العقبة ثاني المدن التي تنضم إلى مجال الأنظمة الذكية لمنظومة النقل بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين التشاركية كانت على أساس النقل الذكي هذا النقل الذكي الذي نقلنا تجربة تعمانة عمان إلى العقبة ومن حيث الدفع الإلكتروني للمواطنين من النقل العام الذي يخدم مواطننا في العقبة وزوارنا أيضا في نفس الوقت وأيضا الاستفادة من تحسين الخدمات في النقل العام هذه التجربة هي تشاركية كما قلت بين مؤسسات الوطن محافظة العقبة هي المحافظة أردنية الثانية التي يتم تطبيق هذه المنظومة بها وهذا يشكل نوع وشكل من أشكال التنسيق والتشاركية ما بين مؤسسات الدولة المختلفة وأي تجربة ناجحة أن تنتقل إلى المحافظات الأخرى دائما الهدف هو تنفيذ تفجهة جلال سيدنا برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين واليوم أكيد المستهدف هو مواطنين وزوار محافظة العقبة كشفت أونر العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا عن أحدث هواتفها الذكية الرائدة من سلسلة أونر ماجيك المتميزة وهما أونر ماجيك سكس برو وأونر ماجيك في حدث استثنائي المدير العام لعلامة أونر ليفنت دينج شينج كوان قال أن إطلاق الهاتفين يمثل علامة بارزة في حضور أونر في السوق الأردنية وستحدث أونر ماجيك تأثيرا كبيرا مرة أخرى في سوق الهواتف الذكية في المملكة وتتميز الهواتف الذكية الجديدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة وتطورات غير العادية في قدرات التصوير الفوتوغرافي وجودة العرض والأداء وتجربة المستخدم ويضع هاتف أونر ماجيك سكس برو معيارا جديدا للصناعة ما يوفر تجربة هاتف ذكي لا مثيل لها تدفع المستخدمين إلى آفاق جديدة ويعد هاتف أونر ماجيك في تو أنحف وأخف هاتف ذكي قابل للطي حتى الآن مما يعيد تعريف معيار الصناعة مع تحسينات كبيرة عبر عامل الشكل والبطارية والشاشة وجوانب تجربة المستخدم اليوم نقدم سلسلة أونر ماجيك التي ستحدث تأثيرا كبيرا في سوق الهواتف الذكية لأردن يمثل إطلاق هاتف أونر ماجيك سكس برو و أونر ماجيك وي تو في حضور أونر في السوق الأردني أداءنا في الأردن استثنائيا في عام 2023 وارتفعت مبيعاتنا بنسبة مذهلة بلغت 237% مقارنة بعام 2022 علاوة على ذلك شهدت مبيعاتنا في الربع الأول من هذه السنة زيادة ملحظة بنسبة 32% مقارنتها بلا فترة نفسها من عام 2023